دكتور هاني طبعاً دلوقتي فيه تقلبات جوية يوم حر ويوم برد ويوم مطر ويوم تراب يعني الدنيا الجو مش مستقرة قوي وطبعاً أصحاب البشرة الحساسة وأنا منهم بصراحة على طول يعني فيه حاجات بتطلع وفيه حكة في الجلد وفيه جفاف وفيه نصائح حضرتك إيه للفترة دي اللي احنا لسه الجو مستقرش فيه على البرودة الشتاء يعني وفصل الخريف دي صفاته خريف فصل التقلبات هو الربيع لأنه فترة انتقالية من السفل الشتاء بس احنا في آخر أيام فصل الخريف يعني هطلعز حديدك تبقى لخرقات الطقس الدولية ان احنا اعتباراً من النهاردة بردة بقى يعني بكرة بقى 18 و19 هنبدأ نشوف بقى السبعة عشر وحاجات دي امكان العشر تيام اللي جايين الخريف يبدأ 21 سامة البردة ده اللي هي بيعمل مشاكل كتير يعني تقلبات الجوية زي محركة قلت بيعمل مشاكل والبردة بيعمل مشاكل تانية بس دايماً هو الربية هو اللي فيه المشاكل دي يعني بتناش بنواجهها كتير قوي في الخريف كين طالما فيه رياح محملة بالأتربة يبقى دي مشكلة لبردة طبعاً أنا كطبيب أمراجل دي مرضى الحساجل دي بتبعدلهم الحقيقة طبعاً اللي عندهم جيبهم أمفية اللي عندهم أزمات ربوية صدرية العيون كل دول بيتأثروا بالجودة فالفترة اللي فاتت كان فيه مشاكل كتير وبرده خلي بال حضرتك يعني برضه متوقع في خلال الإسبوعين يبقى برضه فيه شوية هوا بتراب مع برد يبقى لازم ناخد بنا أولاً لما لقي كده هيت أرصاد بتقولي إن بكرة هيبقى فيه رياح محملة بالأتربة لازم أهم حاجة بسيطة أولاً وأنا خارج الصبح ألبس كمامة يعني هي كمامة مش بس بتحميمة نور فيروس كورونا وبقية الفيروسات المعضية لا دي كمان التراب بتاع الجو لأنه زال فلتر كمان لما بيقل إحنا الصبح دلوقتي البرد بيبقى جديد لما تيجي ناس للصبح بتلاقي لها سعة برد كده أنا لو لابس كمامة هتحميني منا وبداية تحميني من راشة فيبقى رقم واحد إن أنا ألبس مع البرد دايما نقول الناس اشربوا ميا كتير الناس فاكروا إن شربوا الميا داي في الصيف بس لا أنا عايز برضه في الشيطة 3 لتر في اليوم ليه بقى حضرتك إحنا في البرد ده بنعاني من جفاف الجلد وبس لأي ناس جلدها هنشف جدا وبعمل كمان تشقوات ويقشر أنا لو باشرب ميا كتير الميا بترطب الجلد فبالتالي ما بقاش فيه الجفاف الشديد ده ده مش بس لقينا كده لأن شرب الميا كمان بيحافظ على فروط الرسم من القشر من أكتر المشاكل برضه بتيه في البرد قشة الشعر لقينا إن شرب الميا كتير برضه بيحافظ على فروط الرسم يمنع القشر يمنع تساقط الشعر يعني الشعر ده زي النبات عايز مواد غزائية وعايز ترطيب دكتور هو بمناسبة شرب الميا معلش لو حد بيتمرن وبيعرق جامد وبيشرب ميا يعني لو هو مثلا تشرب لتر وعرق هل ده فقد اللي شربه ولا ملهاش علاقة ده الفكر ده كويس قوي لأنا لما بشرب ميا وعرق أنا كده بتخلص من الأملح والسمون بس لازم أحوضب شرب ميا يعني طول ما أنا بلعب لازم أشرب ميا شوفي دايما في البرامج اللي يعني اللعب والتمارين الرياضية لازم في البريك يقولك إيه يعني بقى ميا فشرب الميا كتير لا ما هنا بتعلم ما أنا بشرب مفيش هون فيه ساعة ناس بقى تقولي في الجو ده وانا بشرب ميا كتير هروح تقول لتو حمام كتير كويس جدا ده حاجة كويسة يعني أنا كده بتخلص برضو لا أما في البرد ما بتبقاش حاجة كويسة لا اللي بيصحوا من النوم بقى ويروحوا بتبقى أزمة في كده طب أنا عايزة حدثة الحقيقة لأن احنا يعني برضو دايما بنكسر مع دكتور هاني قبل ما ندخل الفقرة سألنا حقيقة نوها بتقولك أنا جلدي حساسة في حاجة بتقولها كلنا فروق أنواع الجلد لأن احنا برضو يا دكتور دايما عندنا اللي هي الخبرة بتاعت أنا بشرة دهنية وأنا أكتر واحد بقابل مشاكل مثلا البشرة الحساسة يعني ما بنعرفش نفرع لو حقيق بس تبسط للناس أنا بشرتي حساسة بشرتي دهنية بشرتي جفة والفرق وإزاي طبعا احنا متكلم على موضوع الشتاء ودخول الشتاء إزاي أعرف بشرتي جفة أو طبقية أو دهنية أنا لو طول ما أنا قاعد كده ألاحظ أن وشي بيلمع زي ما يكون مزايد دي بشرتي دهنية في ناس كده ما تقول له وشي بيلمع أوي دهون فدي بشرتي دهنية مفيش خالص وباستمرار ألاقي الجلد يعني ناشف وسعبية من أشرة كده دي بشرتي جفة مفيش كده ولا كده دي بقى بشرتي نورمال هيا الطبعية فدي أنا بعرفها يعني شمي طب كل واحد من دول بقى ليه ليه طابع خاص في كل فصل؟ طبعا ترجمة نانسي قنقر